5 ملايين طفل يتيم في العراق كما تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف هو العدد الذي خلفته الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية في البلاد منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 عدد مهول لم يستوعبه المجتمع ولم تنصفهم القوانين النافذة معظمهم يعيشوا في فقر متقع بعدما فقدوا المعيلة والكفيل والكثير من هؤلاء الأطفال وقعوا في يد عصابات الجريمة المنظمة لسيما عصابات الاتجار بالبشر التي سجلت وفقا لتقارير دولية أكبر نشاط لها بعد احتلال العراق الانتقائية في التعامل مع ايتام العراق من قبل السلطات الحكومية فاقمت من أوضاعهم المعيشية فالطفل الذي لم يتوفى والده أو والدته أو كلاهما في أعمال عنف أو أثناء العمليات العسكرية لن يتمتع بحقوق الطفل الذي توفي والده أو أحدهما في الحروب الأسوأ من تلك الانتقائية في رأي مختصين اجتماعيين هو ما أعلنته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في وقت سابق حين قالت وبكل غرابة وكأنها لا تعرف عن الأمر شيئا إن عدد الأيتام في دور الرعاية الرسمية بلغ 452 يتيما فقط في محافظات البلاد يتوزعون على 23 دارا للإيواء أرقام قد تكون ضئيلة للغاية بالمقارنة مع عدد الأيتام المعلن أمميا وإلى اليوم فشلت الحكومات المتعاقبة في سن أي قانون ينصف الأيتام بمختلف ظروفهم وهم شريحة واسعة سيشكلون ركيزة مهمة في جيل المستقبل لتضاف معاناتهم إلى فاتورة الفساد والإهمال الحكوميين المشكلات التي يعاني منها أيتام العراق تفاقمت كثيرا بعد عام 2003 بسبب الحروب والعمليات العشكرية وحملات التهجير المنظمة وهو ما جعل معظم الأطفال يتركون مقاعد الدراسة وينخرطون في التسول عند تقاطعات الطرق العامة أو في أعمال غير قانونية مثل التجنيد في صفوف الميليشيات وعمالة الأطفال